الفنان دال الشفعي كمان وجوده النهاردة معنا في التسعة لأننا بنبدأ ونستبشر بأعمال الشهر الكريم مسلسل مهم جداً حيكون على شاشة رمضان بيتكلم عن الإمام الشفعي الرحلة الرسالة الزيارة أياً كان لكن مسلسل مهم وصعب أنت بتعمل دور إيه فيه؟ أنا بعمل دور أحد القادة اللي كانوا موجودين في الفترة دي وهو الجروي ومن المفترض بقى أنه بتبقى الفترة دي بالنقشها تاريخياً يعني ففيه بقى كم من الصراعات في هذه الفترة ما بين القادة وما بين بعضهم في الفترة دي بشكل أو بآخر اختيارك للدور ده يعني أنت شايف الدور ده أولاً بتجهز ازاي؟ يعني لغة عربية شديدة تاريخ علاقته بالإمام بتجهز ازاي؟ يعني اسمحيلي بس بعد إذن حضرتك بس يعني أبدي شكري وإعجابي بالقائمين في الشركة المتحدة وشركة هاب ميديا وسالساعد وجوهر لأنه اختيار هذا العمل وعودة مصر مرة أخرى للأعمال التاريخية أعتقد أنه إنجاز عظيم إنجاز عظيم جداً وأعتقد أنه مجاش متأخر ولا حاجة ولكن هو جيه في وقت مناسب جداً وإحنا مشتئين بعد هذه الفترة من السنين إننا نعمل عمل تاريخي قوي يناقش سير أحد القامات الكبيرة الدينية في هذه الفترة ويناقش حال الشعب المصري وحال مصري في أحد الحقب أعتقد أنه عود أحمد لمصر بعد هذه الفترة من الغيابة عن الأعمال التاريخية لأنه هذا ما تستحقه مصر فنياً وتاريخياً على كل المستويات فهو بصراحة وأنا بحييهم وأكيد هيعملوا ميديا هاب أكيد كل أعمالهم نكحة شيء عظيم وعطار أنا لاحظت إتقانك سيدي للغة العربية فأنت تمثل للغة العربية كيف وضع هذه اللغة معك في المشاهد لا الحمد لله يعني هو طبعاً عشان زي ما بدت كلامي مع حضرتك هي البداية المصرحية وفكرة التفريخ من خلال المعهد العرفة المصرحية وتمثيل المصرحيات اللي احنا بنقدمها المصرح العالمي أو حتى المصرح العربي كلها بتبقى باللغة العربية وكلها بتبقى حتى ترجمات من اللغة العربية الشديدة الثقيلة يعني يعني بتقولي مثلاً للسيد جبران خيل جبران بتتكلمي لأستاذ عناني في ترجماته بتتكلمي حاجات كتيرة فاللغة العربية بتبقى متأصلة قوي قوي بالنسبة للأكاديميين من الممثلين جاهزين للغة العربية بالنسبة للأكاديميين بتبقى متأصلة قوي في الفكرة دي عندهم أكيد وبالعكس ده الواحد بيستنشق أنه نفسه يعمل حاجة شبه كده ودي كانت ضمن أحلامي أنه نرجع نعمل أعمال التاريخية وفي مساحة للغة العربية مرة تانية بإعادة طرحها على الأجيال الجديدة والأجيال الشابة أنه اللغة العربية عمرها لن تشيخ اللغة العربية مرنة وعظيمة وإنت بتتكلم عن مسلسل ده وحيشاهده طبعا يعني ملايين يعني مسلسل مهم والإمام مهم لكن إحساسك إيه بتقديمه في هذا التوقيت أعتقد أنا سعيد جدا جدا ومبسوط جدا بفكرة أنه نقدم هذه القامة العظيمة الدينية وهو الإمام الشفعي وساعدتي الأكبر أنه إحنا مش واخدينه بس من منظور ديني أو من منظور قائم بس على فكرة قال الإمام أو فعل الإمام وبس لكن أنا على حسب ما أنا شايف أن إحنا بنقدم مسلسل تاريخي مسلسل بيشرح كل حقبة تاريخية اللي زار فيها الإمام مصر بعدما كان قاعد في بغداد وبنشرحها بكل تفاصيلها بكل الأمانة العلمية والتاريخية اللي كانت موجودة في هذه الفترة فأعتقد أنه اختيار موفق جدا جدا لهذا العمل سواء للحقبة التاريخية اللي بيقدم فيها سواء لفكرة اختيار الإمام الشفعي نفسه في حد ذاته لأنه الكثير من فتاوى والكثير من دعواه الدينية إحنا كالشعب المصري اندمجنا فيها وبينا نعملها بشكل طبيعي يعني فكون إن إحنا نظهر هذه الفكرة إمامنا يعني أعتقد أنه ده شيء عظيم جدا وعقل الفنان خالد النبوي هو الإمام الشفعي فالعلاقة عاملة إيه في الكواليس بصي شكل الكواليس دينا شوية كده تفاصيل عن كواليس الكواليس بشكل عام هي على كل المستويات لكل الأقسام هي خلية نحل لا تنام لأن المسلسل كبير المسلسل ضخم جدا تفاصيله كتيرة جدا جدا من الأستاذ ليس حجه المخرج لغاية كل الأقسام اللي بتشتغل على هذا العمل لا ينامون بصراحة يعني بما فيهم أخويا النجم الكبير خالد النبوي لأنه العمل ده مسؤولية كبيرة جدا وضخمة جدا على المستوى الآخر إحنا طول الوقت في خلية النحل دي طول الوقت بنجود مع نفسينا سواء من فكرة الكلام طريقته إيولته تفاصيله قد هي عايزين تكون الأداء مبسط مش معنى أن احنا بنتكلم لغة عربية فنكلمها بشكل مقعر يعني حتى بتقدموه بشكل يعني أكثر حداثة خلييني أقول عن ما قدم من أعمال تاريخية طبعا مهم جدا جدا يبقى عندك من الوعي الكامل أن أنت تقدمت قرابي للناس موجود معايا دلوقتي في التسعة بس أنا عارفة أنك مشغول بفكرة ما يقدم في المسلسل طبعا إمتى بتلبس الشخصية وإنت جوة الاستوديو بعد الملابس ولا هي موجودة في الزاكرة هي أولا ما ينفعش تتشلب الزاكرة خالص لأن طول الوقت أنت بتراجعي الكلام طول الوقت أنت بتقري في مراجع طول الوقت أنت يعني هم حتى عاملين معنا حاجة جميلة جدا أنه فيه مصحح تاريخي دايما بيبعث لنا على الواتساب المراجع التاريخية للشخصية اللي احنا بنعملها المراجع التاريخية لكل واحد بيعمل إيه المراجع التاريخية للحقبة الزمانية النفسية اللي احنا عايشينا فطول الوقت احنا في حالة إراية مستمرة فكرة بقى أنه لما بتروح اللوكيشن وبتشوفي الأجواء والديكورات المبهرة الموجودة بقى وتلبس الشخصية فبتحس بتدخل غواها وبتعودي ساعتين بتلبسي يعني لأنك بتلبسي طبعا اللبس ينقس بالحقبة بقى بالحاجات يعني أنا بلبس مثلا حاجة اسمها الزرد الزرد ده حاجة كده بدلة عسكرية كده حديد فالبدلة دي مثلا وزنها لا يقل عن عشرة كيلو الزرد ده الوحده يعني فبقى لما تلبسي بقى وتعملي الميكا وتعملي المكياج وتعملي التفاصيل دي كلها بتحس ان انت الشخصية خلاص خلاص بقى بتخش في حالة الشخصية وبتتعاملي بيها وبتتحرك بيها لغاية ما بيخلص المشاهد بتاعتك أو يوم التصوير مندمج معاها حاسس ان هي يعني مسيطرة عليك اليومين دول اكيد اكيد يعني أنا حتى كان عندي بعض الحاجات بعملها لكن بصراحة لما لقيت الفكرة بهذا الحجم وهذه الضخامة يعني فيمكن فضلت انه يعني ايه اكسف وقتي وتفكيري كله في هذا العمل بإذن الله اشتركوا في القناة